يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا بنروح حبيكم بيوم جديد وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر هيا أنه ممكن تبعنا اهتمام دولي وإقليمي بقمة المناخ كاب 27 وإحنا مع حضراتكم في متابعة مستمرة ولحظية بهذه القمة وفعاليات هذه القمة بكل تأكيد هناك اهتمام دولي وإقليمي برسالة السلام لأطلقها سيدة الرئيس عبدالفتاح السيزي أمس في كلمته خلال افتتاح القمة الرئاسية بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ وجه سيادة نداء من أجل أن تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية وقال أمام قادة العالم اللي حضروا مبارح في أول أيام الشق الرئاسي في المؤتمر أنه حان الوقت للتوقف هذه الحرب وأنه مستعد للعمل من أجل إنهاء هذه الحرب أهيد جمانا دعوة سيادة الرئيس كان لها صدى على المستويات الشعبية وكمان الرسمية وعلق عليها عدد من الزعماء اللي حضروا كلمة سيادة الرئيس مبارح في المؤتمر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون مثلا قال أن الحرب الروسية الأوكرانية بتبثل ضغوط على الشعوب وخصوصا الأوروبيين والشيخ محمد بن زايد قال أن الإمارات بتدعم دعوة الرئيس السيسي لأننا بنحتاج لسلام وحوار ووقف الحرب كمان مبارح كلمة سيادة الرئيس في مجملها كانت عنوان للشعار اللي أطلقته مصر عن القمة هذا العام وهي قمة التنفيذ ووضع العالم قدام مسئولياته فيما يتعلق بمعالجة أزمة تغير المناخ النهاردة هنكون موجودين معاكم على مدار الساعة نتابع كل اللي بيحصل في مؤتمر شرم الشيخ بنصبح على حضرتكم صباح الخير يا مصر